السلام عليكم اليوم نبدأ مجال الكيمياء الحيوية ودرسنا هو الليبيدات لكن قبل أن نتطرق إلى الليبيدات لا بد أن نتكلم عن الأحماض الدهنية الأحماض الدهنية الطبيعية هي عبارة عن أحماض أحادية الكربوكسيل يكون عدد ذرات الكربون فيها زوجي تنقسم الأحماض الدهنية إلى قسمين رئيسيين وهما الأحماض الدهنية المشبعة وصيغتها العامة CNH2N2 القسم الثاني وهو الأحماض الدهنية الغير مشبعة صيغتها من الشكل CNH2N-2X2 بحيث N ترمز إلى عدد ذرات الكربون في الحمض الدهني وX هي عبارة عن عدد الروابط المضاعفة الموجودة على طول السلسلة الكربونية للحمض الدهني يمكن أن نرمز لهذه الأحماض بالرمز CNN-X-Δ-AB بحيث N هي عدد ذرات الكربون الموجودة في الحمض وX هي عدد الروابط المضاعفة الموجودة أيضا في الحمض الدهني دلتا هي رمز الرابط الثنائية أو الرابط المضاعفة وAB هي عبارة عن رقم أو موضع الروابط المضاعفة على طول السلسلة الكربونية مثال ليكون لدينا الرمز C-16-1-Δ-9 هذا رمز لحمض الدهني عدد ذرات الكربون في هذا الحمض عبارة عن 16 ذرة كربون يحتوي هذا الحمض على رابط مضاعفة واحدة وموجودة على ذرة الكربون رقم 9 لهذا يمكن كتابة صيغته نصف المفصلة كما يلي نبدأ بترقيم السلسلة الكربونية انطلاقا من المجموعة الوظيفية COOH أي كربون هذه المجموعة يكون رقم واحد ثم تليه سبع مجموعات CH2 أي سبع ذرات كربون وبالتالي في المجموع يكون لدينا ثمانية ذرات كربون فتأتي ذرة الكربون رقم 9 فنجد رابط ثنائية بين هذه الذرة والذرة رقم 10 بعدها نجد خمس مجموعات CH2 أي خمس ذرات كربون وبالتالي يصبح لدينا خمسة عشر ذرة كربون وأخيرا تأتي ذرة الكربون للمجموعة CH3 وهي رقم 16 يمكن للأحماض الدهنية أن تتفاعل مع الكحولات وفق تفاعل أسترة فينتج لنا ماء وإستر دهني كما يمكن للأحماض الدهنية الغير مشبعة أن تقوم بتفاعلات ضم أي تفاعل إضافة بحيث يمكن إضافة الهيدروجين أشتنين لهذه الأحماض فتتحول من أحماض دهنية غير مشبعة إلى أحماض دهنية مشبعة وهذا في وجود وسيط وهو النيكل أنئي يستغل هذا التفاعل على الميدان الصناعي في تحويل الأحماض الدهنية الغير مشبعة والتي هي عبارة عن سوائل إلى مركبات صلبة أي تحويلها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة مثال عن هذا تحضير مادة المارغارين نلاحظ في المثال هدرجة حمض الأوليك الذي يحتوي على رابطة ثنائية فبعد هدرجته في وجود الوسيط أنئي تحول إلى حمض ستياريك وهو حمض مشبع أيضا من تفاعلات الضم التي تحدث على الأحماض الدهنية غير المشبعة هو ضم الهالوجينات إذن يمكن ضم اليود اتنين أو البروم باغتنين على الروابط الغير مشبعة فيتحول للمركب أو الحمض الدهني الغير مشبع إلى مركب مشبع يحتوي على ذرتين بروم أو ذرتين اليود يستغل هذا التفاعل في تحديد عدد الروابط المضاعفة الموجودة في الأحماض الدهنية الغير مشبعة التفاعل الآخر هو تفاعل أكسدة الأحماض الدهنية الغير مشبعة بما أن هذه الأحماض تحتوي على روابط مضاعفة إذن يمكن أكسدة هذه الروابط بوجود مؤكسدات قوية مثل بيرمنغانات البوتاسيوم كام أنو أربعة المركز وفي وجود حمض الكبريت أشتنين أس أربعة تتشكل لنا وظيفتان حمضيتان جديدتان على مستوى الرابطة المضاعفة وبالتالي نتحصل على حمضان أحدهما أحادي الوظيفة والآخر ثناء الوظيفة وهذا طبعا في حالة وجود رابطة مضاعفة واحدة والآن نتكلم عن الليبيدات الليبيدات هي عبارة عن مركبات عضوية ذات ملمس دهني لا تذوب في الماء وإنما تذوب في المركبات أو المذيبات العضوية تعتبر الليبيدات أستيرات ونحن نعلم أن كل استير ينتج من تفاعل حمض وكحول فالأحماض الداخلة في تركيب هذه الليبيدات هي الأحماض الدهنية المدروسة سابقا أما الكحولات فهي عبارة عن كحولات خاصة وذات بنية مميزة تصنف أيضا الليبيدات إلى قسمين رئيسيين وهما الليبيدات البسيطة والليبيدات المركبة الليبيدات البسيطة تتكون أساسا من عنصر الكربون الهيدروجين والأكسوجين تنقسم بدورها إلى جليسيريدات السيريدات وأخيرا استيريدات تختلف هذه الليبيدات عن بعضها باختلاف الكحول الداخل في تركيبها فالجليسيريدات إذن هي عبارة عن أستيرات تنتج من تفاعل أستيرا بين حمض دهني وكحول خاص يعرف بالجليسيرول الجليسيرول هو كحول ثلاث الوظيفة صيغته من الشكل CH2OH CH2H CH2OH إذا حصل تفاعل الأستيرا بين وظيفة حمضية واحدة ووظيفة كحولية واحدة في هذه الحالة نتحصل على جليسيريد أحادي أما إذا تفاعل حمضين دهنيين مع وظيفتين كحوليتين للجليسيرول نتحصل عندها على جليسيريد ثنائي وأخيرا يمكن أن يحصل تفاعل الأستيرا بين ثلاث وظائف كحولية للجليسيرول مع ثلاث وظائف حمضية وهنا نتحصل على جليسيريد ثلاثي الجليسيريدات بصفة عامة نجدها في الخلايا النباتية والحيوانية وتكون على شكل زيوت أو دهون يمكن للجليسيريدات الثلاثية أن تكون متجانسة أو غير متجانسة فإذا كانت المجموعات الألكيلية أغواحد أغتنين أغتلاتة للأحماض الكربوكسيلية الداخلة في تركيب هذا الليبيد متشابهة نقول عندها للجليسيريد أنه غليسيريد ثلاثي متجانس مثل ما هو ظاهر في الأمثلة التالية نلاحظ في كل مثال أي في ثلاثي السيارين ثلاثي البالميتين وثلاثي البيوترين أن الجذور أغواحد أغتنين أغتلاتة متشابهة أي الحمض الداخل في تشكيل هذه الليبيدات أو الغليسيريدات هو نفس الحمض وبالتالي تعتبر غليسيريدات متجانسة إذا كانت الجذور أغواحد أغتنين أغتلاتة للأحماض الدهنية مختلفة عن بعضها البعض في هذه الحالة يكون الجليسيريد غير متجانس مثل ما هو ظاهر في الصياغ التالية نلاحظ في هذه الصياغ اختلاف الجذور أغواحد أغتنين أغتلاتة وبالتالي تعتبر هذه الجليسيريدات الثلاثية غير متجانسة يمكن للجليسيريدات الثلاثية أن تتفاعل مع المحليل المائية للأسس القوية N-A-O-H أو K-O-H عند درجة الغليان يعرف هذا التفاعل بتفاعل التصبون وناتجه هو جليسيرول وملح الصوديوم أو ملح البوتاسيوم والذي يدعى بالصابون معادلة التفاعل ظاهرة على الشاشة والآن نعطي تعريف للقرائن وهي قارينة الحموضة E-A قارينة التصبون E-S وقارينة اليود E-E بحيث قارينة الحموضة E-A أو دليل الحموضة هي عدد ميليغرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم K-O-H اللازمة لتعديل الأحماض الحرة الموجودة في 1 غرام من المادة الدسمة قارينة التصبون E-S هي بالتعريف عدد ميليغرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم K-O-H اللازمة لتعديل الأحماض الحرة الموجودة الأحماض الحرة وتصبون الأحماض الدهنية المرتبطة على شكل إستر والموجودة دائما في 1 غرام من المادة الدسمة قارينة اليود E-E هي عبارة عن عدد غرامات اليود 2 اللازمة لتشبع الروابط المضاعفة الموجودة في 100 غرام من المادة الدهنية والآن وصلنا إلى التطبيق نصه ما يلي حمض دهني غير مشبع A كتلته المولية تقدر بـ 282 غرام على المول قارينة اليود لهذا الحمض 90 السؤال الأول أوجد عدد الروابط المضاعفة الموجودة في الحمض الدهني ثانيا عين الصيغة الجزائية المجملة للحمض ثالثا نقوم بأكسدة الحمض الدهنية بواسطة محلول بيرمنغانات البوتاسيوم وفي وجود حمض الكبريت فيتشكل حمضان وهما إذن أحدهما أحادي الوظيفة والثاني ثنائي الوظيفة السؤال حدد موضع الروابط المضاعفة في الحمض ثم أعطي رمز هذا الحمض رابعا أكتب صيغته نصف المفصلة يتفاعل ثلاثة مول من الحمض الدهني السابق مع الجليسيرول فينتج جليسيريد ثلاثي السؤال الأول أكتب معادلة التفاعل الحاصل ثانيا أحسب دليل التصبن النظري لهذا الغليسيريد الآن نبدأ بحل التمرين من المعطيات لدينا الكتلة المولية للحمض هي 282 غرام على المول ودليل اليوظ لهذا الحمض EE تساوي 90 السؤال الأول مطلوب مننا إيجاد عدد الروابط المضاعفة الموجودة في هذا الحمض الدهني من المعطيات علمنا أن الحمض الدهني A غير مشبع وبالتالي يمكن كتابة صيغته العامة من الشكل CnH2n-2x2 يوجد في الحمض الدهني X رابطة مضاعفة أي لكل 1 مول من الحمض نحتاج X مول من اليوظ CnH2n-2x2 لتشبيع هذه الروابط وبالتالي يمكن كتابة ما يلي 1 مول من الحمض يحتاج X مول من اليوظ إن كتلة 1 مول من الحمض هي عبارة عن الكتلة المولية له وX مول من اليوظ كتلتها X في الكتلة المولية لليوظ وهي 254 إذن بالتالي يمكن كتابة ما يلي 282 غرام من الحمض أي ما يوافق 1 مول من الحمض تحتاج إلى 254 X غرام من اليوظ وبتعريف دليل اليوظ وهو عدد غرامات اليوظ 2 اللازمة لتشبيع الروابط المضاعفة الموجودة في 100 غرام من المادة الدهنية إذن بعد الحسابات نجد X يساوي 1 بمعنى أن الحمض الدهني يحتوي على رابطة مضاعفة واحدة والآن تصبح صيغة الحمض بعد تعويض X بواحد تصبح صيغة الحمض من الشكل Cn H2n نقص 2 في واحد و2 الآن نريد تعيين الصيغة المجملة للحمض أي إيجاد عدد ذرات الكربون N بمعرفة الكتلة المولية لهذا الحمض يمكن كتابة كتلته المولية بدلالة N وهي 12N زائد 2N نقص 2 في واحد زائد 16 في 2 أي زائد 32 يساوي الكتلة المولية المعطاة في نص التمرين وهي 282 بعد الحسابات نجد N تساوي 18 أي أن الحمض الدهني لديه 18 ذرة كربون نعوض N في الصيغة المجملة للحمض وتصبح صيغته من الشكل C18 13N 34 و2 في السؤال الثالث مطلوب تحديد موضع هذه الرابطة أو تحديد موضع الروابط من خلال تفاعل الأكسادة نتج لدينا حمضين أحدهما أحادي الوظيفة والثاني ثناء الوظيفة نلاحظ وجود مجموعتين وظيفتين حمضيتين جديدتين بين ذرة الكربون رقم 9 ورقم 10 أي أن الرابطة المضاعفة قبل أكسادتها كانت موجودة بين هاتين الذرتين أي بين ذرة الكربون 9 وذرة الكربون 10 وبالتالي يصبح رمز الحمض كما يلي إذن هو حمض يحتوي على 18 ذرة كربون ورابطة واحدة مضاعفة موضع هذه الرابطة في ذرة الكربون رقم 9 إذن رمزه يكون على الشكل التالي سي 18 نقطتين واحد دلتا 9 وصيغته النصف المفصلة تكون كما تظهر على الشاشة بحيث نقول دائما وأن ترقيم السلسلة الكربونية يبدأ انطلاقا من المجموعة الوظيفية سي او او اش والآن يتفاعل هذا الحمض الدهني مع الجليسيرول فينتج لنا جليسيريد ثلاثي لأن عدد الأحماض الدهنية المتفاعلة هي ثلاثة وبالتالي يحصل لها تفاعل أسترة مع ثلاث وظائف كحولية للجليسيرول معطية جليسيريد ثلاثي والمعادلة واضحة على الشاشة السؤال الثاني مطلوب من تحديد أو حساب دليل التصبن لهذا الجليسيريد الثلاثي اذا نبدأ اولا بكتابة معادلة التصبن وهي معادلة تفاعل جليسيريد الثلاثي مع هيدروكسيد البوتاسيوم كا او اش فينتج لنا كما قلنا في الدرس جليسيرول وملح الصابون او ملح البوتاس نلاحظ من المعادلة ان واحد مول من الجليسيريد يحتاج الى ثلاثة مول من هيدروكسيد البوتاسيوم حتى يحصل له تفاعل التصبن والآن نقوم بحساب الكتلة المولية للجليسيريد الثلاثي نعلم ان الجليسيريد الثلاثي ناتج من تفاعل الجليسيرول وثلاث احماض دهنية وهذا بعد نزع ثلاث جزيئات ماء اذا يمكن كتابة الكتلة المولية للجليسيريد على النحو التالي الكتلة المولية تساوي الكتلة المولية للجليسيرول زائد ثلاث مرات الكتلة المولية للحمض ناقص ثلاث مرات الكتلة المولية للماء وبالتالي وبتطبيق عددي نجد ان الكتلة المولية للجليسيريد الثلاثي تساوي ثمانمائة واربعة وثمانون اغرام على المول من معادلة التصبن لاحظنا وان واحد مول من الجليسيريد يحتاج الى ثلاث مول من هيدروكسيد البوتاسيوم كاو اش الكتلة المولية للجليسيريد الثلاثي هي ثمانمائة واربعة وثمانون غرام وهي كتلة واحد مول من الجليسيريد كتلة ثلاث مول من كاو اش هي ثلاثة في الكتلة المولية لكاو اش وهي ستة وخمسون في عشرة وثلاث ميليغرام وهذا لتحويل الكتلة من الغرام الى الميليغرام وبتعريف دليل التصبن نجد ان واحد غرام من الجليسيريد يحتاج الى اي اس وبالتالي نجد اي اس بعد التطبيق العددي يساوي مئة وتسعون بهذا اعزائي الطلبة نأتي الى نهاية هذا الدرس نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر